السلام عليكم طلاب الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في درس اليوم بداية نفتح كتاب التمرين الصفحة الرابعة في الوحدة الأولى في عنا هون عدة تمرين من نعملها عدة كلمات لازم نحفظها وفي عنا مراجعة سريعة لقاعدة المقارنة نبدأ بسم الله عشان نفهم تمرين هذا اليوم لازم نكون عارفين الكلمات التالية اللي هي keep بمعنى يحفظ gases غازات diving الغوص logical منطقي preserve يحفظ traditional تقليدي long time وقت طويل make sense منطقي underwater تحت الماء وآخر شيء atmosphere بمعنى غلاف جوي طيب ماذا عن اللغة والقواعد يا أسل تذكروا في الأسلام الماضي في السابع أخذت المقارنة والمفاضلة هذه عمليات تحدث للصفات يعني مثلا طويل أطول أطول اسمها صفة مقارنة سريع صفة أسرع صفة مقارنة نأخذ مثال قصير قصير صفة أقصر هي اسمها صفة مقارنة أقصر أطول أسرع أجمل أصعب أسهل هذه اسمها صفات مقارنة لاحظوا ليش نسميها مقارنة؟ نقارن فيها مثل نحكي المادة الفلانية أسهل من المادة الفلانية فلان أسرع من فلان فأحنا بنقارن بين شئين بين شخصين طيب نيجي الآن هسا نتفرج هون الصفة ننضيف لها ER عشان تصير صفة مقارنة في الإنجليزي إحنا في العربي قصير بتصير أقصر لاحظوا غيرنا في الكلمة نفس الشيء في الإنجليزي عشان أخلي الصفة من صفة عادية إلى صفة مقارنة بدنا نساوي فيها شوية تعديلات إذا كانت الصفة قصيرة بنزيدلها ER كيف يعني يا أستاذ؟ يعني مثلا طويل أطول بنزيدلها ER بيصير بعدين نحكي than إيش معنات than يا أستاذ؟ معناتها من مرة ثانية بنجيب مثلا صفة طويل بدي أخليها أطول من طول اللي هي الصفة بزيدلها ER بيصير taller بعدين بيحط بعديها كلمة than اللي بيناتها من بيصير أطول من مثال آخر عشان تتضح الأمور أكثر مثلا سعيد ما معنى سعيد؟ happy بدنا نحكي أسعد من بنقول happier بنزيدل ER happier than happier than أسعد من كمان مثال يا أستاذ مثلا fast سريع شو معنات سريع؟ fast كيف أحكي أسرع من؟ نحكي faster fast الصفة بزيدلها ER بيصير faster than أسرع من كويس؟ أمور سهلة إن شاء الله faster than أسرع من shorter than أقصر من taller than أطول من وهكذا طيب يا أستاذ هنا نحط لنا أمور زائد صفة نعم إحنا مرات بنساوي مقارنة مختلفة للصفات الطويلة إيش يعني يا أستاذ صفة طويلة وصفة قصيرة؟ باختصار باختصار إذا كانت الصفة مقطع واحد زي fast full slow هاي اسمها صفة قصيرة إذا كانت من عدة مقاطع مثلا beautiful لاحظين أنها beautiful مقاطع صوتية متعددة beautiful ثلاث مقاطع صح ولا هاي اسمها صفة طويلة إذا كانت مقطع واحد قصيرة عدة مقاطع إيش بتكون طويلة وإذا مقطعين مرات بتكون قصيرة ومرات بتكون طويلة بس للاختصار للاختصار الصفات اللي من مقطعين إذا آخرها why حرف الواي هاي بتكون قصيرة أوكي نكمل عكل حالة خطو أنت في السابع وإذا الأمور يعني صعبة شوي ممكن بعد هذا الفيديو تدوروا على قناتي على دروس الصف السابع قاعدة المقارنة المفاضلة وترجعوا لها على كل نرجع ونكمل طيب هس أنا عندي جميل ما معنى جميل beautiful إذا بدي أحكي أجمل هل يا أستاذ باجي هون بحكي beautiful لا ما بتزبط beautiful ما بتزبط لأنها beautiful طويلة لعد شو نعمل يا أستاذ بالروح على هون more beautiful معناتها أجمل أو أكثر جمالا more beautiful أجمل فإذا كانت الصفة قصيرة وبدأ أعمل إلها مقارنة بستخدم الصيغة الأولى القاعدة الأولى إذا كانت الصفة طويلة بستخدم القاعدة الثانية بدي أعطيكم مثال بدي أعطيكم صفة وإنتوا يعرفون إذا قصيرة ولا طويلة معقد بالإنجليز معتها complicated شو رايكو صفة قصيرة ولا طويلة أتوقع على حالك راح تحكي أستاذ complicated طويلا بين يعني complicated أكيد طويلة إذا بدي أحكي أكثر تعقيدا من أعقد من بدي أعملها مقارنة راح نستخدم الأولى ولا الثانية راح نستخدم الصيف الصيغة الثانية بحكي more complicated بعدين بحكي than أكثر تعقيدا من طبعا لازم نحكي هون than أنا نسيت أكتبها than أوكي أعطيكم كمال مثال short ما معنى short قصير هل short صفة قصيرة أم طويلة لا قصيرة يعني إذا بدي أحكي أقصر من باستخدم القاعدة الأولى ولا القاعدة الثانية لا يستاذ القاعدة الأولى لأنها قصيرة فبحكي shorter than shorter shorter than أمور واضحة إن شاء الله هون في عندي مثال short بحكي shorter than لأنها صفة قصيرة وهسنا من يجعل التبريل الأمور راح تخير واضحة إن شاء الله البديل منكم إن شاء الله إنكم بعد ما ينتهي في الفيديو بآخره توقف الفيديو تنقلوا هاي الكلمات على دفتر الإنجليش عشان تحفظوها وتراجعوها وتنقلوا هاي الملاحظة القواعدية المهمة جداً على دفتر الإنجليش نأتي الآن إلى التمرين الأول بعد ما فهمنا وراجعنا بعض الأشياء نأتي الآن إلى الحل العملي في عندي هون التمرين الأول ماذا يريد مننا التمرين الأول بحكي لي complete ما معنى complete؟ complete معناها أكمل complete أكمل طيب بدنا نكمل نكمل إيش يا أستاذ؟ الwords إيش معت words؟ الكلمات هاي في عندهم كلمات شايفين one two three four five words عندي خمس كلمات طيب ما شلح بدنا نكمل الكلمات بس هيك يا أستاذ؟ لا مش بس هيك لأن أستاذ بحكي then ثم match them ثم صلها بدنا نوصل هاي الكلمات بإشي آخر شو هو يا أستاذ؟ with their clues بدلالاتها يعني كأننا بنحكي بتعاريفها في عندي هون زي ما أنتم شايفين one two three four five sentences خمس جمل هاي الخمس جمل هي عبارة عن تعريفات للخمس كلمات هاي أوكي؟ فبالأول إشي بدأ أكمل الحروف الناقصة صار عندي كلمة الكلمة هاي إلها تعريف بدأ أجد التعريف فإذن في عندي خطوطين لحل كل كلمة أوكي؟ نأتي الآن للكلمة للكلمة الأولى الكلمة الأولى مثل ما أنتم شايفين بدأي كلمة فيها jack وآخرها l شو راح تكون هاي الكلمة راح تكون logical law عفوا راح أكتبها هنا law g كل أوكي؟ أنتم الآن شو المطلوب منكم؟ أنكم توزع الحروف الناقصة على هاي الفراغات عشان تكون أمور أسهل راح أحاول أن أعمل هون مثلا هيك l بعديها o law g كل وهي الأي هنا هذا المطلوب منكم أنكم تعملوا هيك بتكون حليته هاي الكلمة logical logical الآن السؤال بيطرح نفسه ما معنى logical يا أستاذ؟ logical إيش معناها؟ أنا حطيت لكم معناها هون هل أنتم ملاقينها ولا؟ logical هيتها logical منطقي logical منطقي إذن logical معناها منطقي رو على two إيش هاي الكلمة هاتتتوقعوا؟ إذا ما تذكرين الصف السابع بجوز إجابا لكم أن الغلاف الجوي ما معنى الغلاف الجوي بالإنجليزي؟ atmosphere فأنا بكتلكي هنا atmosphere 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 أوكي ما معنى atmosphere؟ الغلاف الجوي وهين أنا هون حطيت لكم المعنى atmosphere الغلاف الجوي أوكي أنا هون نسيت حرف الإي في الآخر أوكي الآن شو مطلب منكم؟ مطلب منكم أنكم توزعوا الحروف النقصة هون يعني أول حرف هون في عندي A فبتضعوا هون A وإلى آخرين الأمور واضحة إن شاء الله طيب نروح على البعديها هاي الكلمة الثالثة ما هي يا ترى موجودة عندي هون أنا حطيت لكم يا هون عشان تحفظوا المعنى تباحها preserve preserve معنى تحفظ أو يحتفظ بي أو يحمي هذا الشيء كيف نكتبها يا أستاذ؟ أكتب لكم يا هون وإنتو توزعوها بعدين بالفراغات preserve أوكي؟ طيب الكلمة البعديها انظروا إلها شو تذكركم الكلمات؟ تقليدي ما معنى تقليدي في الإنجليزي؟ traditional فأنا راح أجي هون وأكتب ماذا؟ راح أكتب هنا traditional traditional A D-I-T-I-O-N traditional A-N traditional انتو شوفوا الحروف النقصة وكملوها نأتي إلى five ما هي five يا أستاذ؟ scuba diving ايش مع scuba diving؟ الغوص الغوص تحت الماء فأنا راح أكتب لك إياها هون وأنت تحط الفراغات scuba diving الأمور إن شاء الله الآن صارت واضحة بشكل كبير الآن الخطوة الأولى خلصناها الحمد لله الخطوة الثانية إننا بدنا نوصل كل كلمة من الكلمات الخمس هاي مع تعريف إلها الآن هالسحنا بنروح على التعريف الأول نقرأ التعريف الأول to keep something the same as when it was made شوفوا كيف الآن بدأ أسهل عليكم الحل في كلمات مفتاحية ايش يعني كلمة مفتاحية؟ مرات الجملة بيكون فيها كلمة رئيسية الكلمة الرئيسية هاي بيستقراها بيصير في عندك تصور عن موضوع الجملة طيب يا أستاذ إيش الكلمة مفتاحية في إيه؟ الكلمة المفتاحية هي keep keep هاي الكلمة مفتاحية إيش المطلوب منكو؟ إنكو تكتبوها عدفة الإنجليش وتحفظوها وعلى فكرة هي موجودة هون يعني لما تكتبوا هاي الكلمات في من ضمنها keep اللي هي يحفظ عشان هيك هاي الكلمات مهم جداً كل ما تشوفوا في أي فيديو من الفيديوهات مفردات مهمة لحفظ مهم جداً نقولها عدفة الإنجليش وتحفظوا أي كلمة أنتم مش حافظينها طيب keep يحفظ صح ولا لا؟ إذن keep ما معنى keep أنا حكيت لكوان keep يحفظ هل هذا الكلمة بتذكركوا بأي كلمة من الكلمات الخمسة هاي؟ المفروض ذكركوا بكلمة preserve preserve ليش يا أستاذ؟ لأنها preserve إيش معنى preserve؟ يحفظ فلاحظوا أنه keep وpreserve إنهم نفس المعنى أو معنى متقارب عشان هيك أنا رح أوصل 3 مع A عرفتوا كيف؟ إذن هاي شو اسمها؟ طريقة الحل من خلال من خلال أسلوب أو استراتيجية الكي وردز الكلمات المفتاحية فبالتالي رح أجأنا إلى 3 وأوصلها بماذا؟ وأوصلها بA أوكي؟ هيك إحنا توصلنا A نجعل ب diving underwater using a tank of air الآن قبل ما أحكي لكم معنى الكامل لهذه الجملة في عندي كلمة طلعوا لهذه الكلمة بالله Underwater تعرف شمعات underwater؟ كلكم عارفين شمعات water شمعات water؟ Water يعني ماء Under تحت Underwater تحت الماء يترى أي شيء بيكون تحت الماء متعلق بأي كلمة من الكلمات الخمسة تحت الماء هل هو متعلق بlogical اللي معناتها منطقي متعلق بatmosphere اللي معناتها غلاف جوي preserve اللي معناتها يحفظ traditional معناتها تقليدي scuba diving اللي معناتها الغوص بالتأكيد أنه أي شيء تحت الماء والغوص متعلقات ببعضهم صح والله فبالتالي الغوص تحت الماء هل ممكن واحد يغوص فوق الماء؟ أكيد تحت الماء فبالتالي رح نوصل five بماذا؟ بب هيك إحنا حلنا five وب نأتي الآن إلى التالي اللي هو c done or made in the same way for a long time a long time هل في عندي هون يا أستاذ كلمة مفتاحية؟ نعم في عندي كلمة مفتاحية اللي هي a long time ما معنى long time؟ عارفين ولا لا؟ time وقت long طويل فصار في عندي هاي المعنى هون long time يعني وقت طويل فهاي كلمة مفتاحية هل في عندي هون الكلمات إلها علاقة بالlong time؟ في عندي منطقي الأولى logical منطقي وفي عندي الثاني atmosphere غلاب جوي وفي عندي كمان أربع traditional تقليدي إحنا كلياتنا عارفين أنه الشيء التقليدي يعني شيء عملوا الأباء وعملوا الأجداد واللي قبليهم على مدى وقت طويل فعشان هيك رح نوصل for بماذا b c أوكي؟ السبب أنه traditional معنى التقليدي متعلقة بالlong time اللي هو الوقت الطويل طيب نأتي إلى for 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 في عندي هون كلمة مفتاحية اللي هي making sense making sense إيش مانات make sense يا أستاذ؟ بحكي لكم لما تحفظوا هاي الكلمات رح تصير سهل عليكم make sense منطقي make sense منطقي و logical إيش معت logical؟ كمان logical إيش معتها هايها؟ منطقي إذن one رح تكون مع إيش؟ مع d فرح آج أنا أوصل هون one رح أوصلها بماذا؟ d كلمة مفتاحية أوكي؟ إذن إحنا الآن لاحظوا أن الحل من خلال key words الكلامات المفتاحية مفيد جدا ممكن أنتوا صعب تحفظوا في اليوم 30 كلمة بس لو حفظتوا لكلمات المفتاحية على الأقل هذا التمرين لو وجه في الامتحان أو شيء مثله مطابق إليه ورح تحلوه إن شاء الله من غير أي مشكلة طيب نأتي الآن إلى إيه؟ gazzes هاي كلمة مفتاحية عندي gazzes أخذناها هون gazzes معناتها إيش؟ غازات gazz غاز gazzes غازات متعلقة بماذا؟ متعلقة بالغلاف الجوي الأتموسفير ليش يا أستاذ؟ لأنه الغلاف الجوي الغلاف الجوي هو عبارة عن الأكسجين والنيتروجين الغازات صح ولا؟ فبالتالي أنا رح أوصل رح أوصل to بماذا؟ أوصلها من هون حتى ما حد تخربط رح أوصل to بماذا؟ بي إي أوكي؟ إذن to هيك أنا شو بكون عملت؟ بكون حليت التمرين أول وفهمته مش بس حليته عشان الأستاذ حكالي واجب لا فهمته تعلمت كلمات جديدة وفهمته بحيث لو جاء بكرة في الامتحان ممكن إن شاء الله إنها حلو بس بشرط أنه بآخر الفيديو تكتبوا هاي الكلمات المهمة للحفظ وكمان طبعا لا تنسوا تنقولوا هاي القاعدة خلصنا التمرين؟ خلصنا رح أمحي الشاشة الآن وروح على التمرين البعدي اللي بدو ينقل يوقف الفيديو الآن وينقل بعدين يكمل الفيديو أوكي الآن ننظف الشاشة والروح على البعدي دائما بعد ما نأخذ تمرين حل تمرين حاولوا تمسكوا الكتاب وتحلوا لحالكو مش تنقلوا تحلوا لحالكو وإذا صار في صعوبة تشوفوا الشاشة بتشوفوا إيش الحل لازم تعرف وليش صعب يعني في مشكلة شو المشكلة صارت؟ وسألونا بالتعليقات طيب رح نأتي الآن إلى الإكسرسايز نمبر 2 وقبل نبدش بإكسرسايز نمبر 2 حقيقة أنه يعني العمل هذه الفيديوهات بحتاج وقت وبيحتاج جهد فيريت إذا شفتوا أنه مفيد تعملوا إعجاب في هذا الفيديو وتشتركوا في القناة فعل زر الجرس ورابط هذا الفيديو أنا رح أحط رابط هذا الفيديو نفسه رح أحطه تحت الفيديو في صندوق الوصف بحيث تنسخوه وتودوا لأصدقائك وتودوا لأقربائك وعندك أي صاحب أو عندك أنت أي صديقة في نفس الصف في الصف الثامن بتوديلها هذا الرابط على الواتساب على الفيسبوك بأي طريقة كانت فتحت الفيديو رح تلاقوا عدة روابط منها رابط هذا الفيديو نفسه اللي تحضروا الآن يريد أنك تشاركوا مع الآخرين بعد ما يخلص هذا الفيديو نأتي الآن الإكسرسايز 2 بحكي لي سيركل إيش مع أن سيركل؟ يعني ضع دائرة سيركل يعني ضع دائرة ضع دائرة حول ماذا؟ الصحيح adjective الصفة الصفة الصحيحة أو الشكل الصحيح للصفة هس الآن بس نأخذ أول مثال أمور تصير بوضع إن شاء الله المثال الأول خلونا نقرأه مع بعض زينة إيش مال زينة؟ run ركضت the race الصباق إذن هي ركضت في الصباق in 58 seconds كم احتاجت حتى تركض الصباق؟ 58 ثانية seconds طيب but لكن it only took سنة فقط استغرقت من سنة 52 seconds 52 ثانية في سباق بين اثنين زينة وسنة كل واحدة منهم احتاجت وقت معين لو أسألكوا سؤال مين الأسرع؟ رح تحكولي مين؟ سنة لأنها قطعت في 52 ثانية طيب مين الأبطأ؟ مين الأبطأ؟ رح تحكولي والله أستاذ زينة أبطأ أوكي؟ إذن زينة أبطأ احفظوا هذا الشيء so لذلك شو منستنتج؟ زينة هاي زينة زينة إيش ما لها؟ is slowest ولا slower than إيش رح نعمل؟ إنتوا تذكروا المقارنة الآن نحن نقارن بين ثنتين المقارنة slow الصفة slow شو ما تسلو؟ بطيئة بطيئة فبالتالي عشان أعمل مقارنة slow صفة قصيرة رح أستخدم القاعدة الأولى رح أضع في آخرها er ثم than عشان هيك هل رح أختار slowest ولا slower إيش رايكو؟ رح أختار slower ممكن يا أستاذ هيك على السريع نصف ثانية مرة ثانية ليش؟ لأنه ما فهمنا نزبوط بحكي لكم التالي في عندي مقارنة هون ولا مش مقارنة في عند مقارنة والدليل اللي في عندي than من يعني في عندي ناس أبطأ من ناس فلما تشوفوا than دائماً لما تشوفوا than معناها من هاي مقارنة أعيد وانتبهوا لما تشوفوا than في أي جملة معناته في عندي مقارنة طيب يا أستاذ في عندي مقارنة خالص عرفنا إنه في عندي مقارنة slow بطيء عشان أقارنها بدي أقول أبطأ رح أضيف لها ER صح ولا لا رح تصير slower ما رح تصير slowest رح تصير slower بسيطة كثير الأمور إذن مقارنة بدي أزيد ER فبيختار slower لأنه آخرها ER رو على تو إذا مش وضح الأمور كثير أسبت ورح توضح أكثر إن شاء الله باختصار عشان أسهل عليك الأمور في عندي هون most famous هاي اسمها مفاضلة وفي عندي more famous هاي شو اسمها مقارنة لأن أحكيت لكم هون لما نستخدم more هاي كمان مقارنة هل أنا بحتاج إني أحكي most ولا more لازم أعرف هل في عندي مقارنة هون ولا ما في مقارنة هل في عندي than إحنا هون قلنا بدنا than عشان يكون في مقارنة هل هاي الجملة الثانية فيها كلمة than لا والله يا أستاذ ما فيها than إذن هي ليست مقارنة ليست مقارنة إذن لن أستخدم more ما رح أستخدم more رح أستخدم most اللي هي المفاضلة فبالتالي الصح حون إني أحكي most famous فرح أضع دائرة على most famous ليش؟ لأنها مش مقارنة كيف أعرفني يا أستاذ؟ لأنه ما فيها than لو فيها than زي هي كاننا حكينا مقارنة نأتي إلى three three في عندي hotter أو hottest السؤال بيطرح نفسه هل هذه الجملة مقارنة أم مفاضلة؟ كيف نعرف يا أستاذ؟ بندور على كلمة than اللي هي مثل هاي هل في عندي than هون؟ آه والله يا أستاذ في عندي than إذن هاي شو اسمها؟ مقارنة عندي than إذن هي إيش؟ مقارنة إذن رح أضيف ماذا؟ er فبختار hotter hotter أوكي؟ طيب نأتي إلى four هل هي مقارنة أم مفاضلة؟ بندور على كلمة than في عندي than؟ آه والله يا أستاذ في عندي than إذن رح أختار better better ليش؟ لأنه آخرها er مثل ما حكينا هون أوكي؟ فبختار better better than فبضع دائرة على كلمة better وليس best نجي هون في عندي older في عندي oldest هل هذه مقارنة أم مفاضلة؟ هاي الجملة بدور فيها than؟ بدور 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 لا ما فيها than إذن هي ليست مقارنة ليست مقارنة إذن لن أستخدم ال-er شو رح أستخدم ال-est oldest اللي معناتها الأكبر سنة فهيك نحن بيكون حلينا هذا التمرين إذن لما نحل هذا النوع من التمرين بنسأل حالنا سؤال هل في than؟ إذا في than مقارنة وهي قاعدة المقارنة حاطئت لك إياها هون إذا ما في than ما رح تكون مقارنة يعني ما رح نمشي هاي القاعدة رح نشوف أي شيء آخر ما بتنطبق عليه هاي القاعدة ماشي الأمور إن شاء الله إذا لسه الأمور في عندك أسئلة اسألوني في التعليقات الآن خلصنا التمرين الثاني الحمد لله رح نروع التمرين الثالث نطلع إلى التمرين الثالث هنا هذا التمرين الثالث جميل جدا ومفيد جدا بس خلق نظف الشاشة هون أوكي هذا التمرين خلق نحط الشاشة هون أوكي ننزل جميل هيك ممتاز إن شاء الله هذا التمرين جماعة الخير بد مني أعمل affirmative إشمعت affirmative يا أستاذ جملة مثبتة جملة مثبتة أو negative شو يعني negative جملة منفية أو interrogative جملة استفهمية يعني سؤال إذن إما أعمل مثبت العمود الثاني منفي العمود الثالث سؤال مثبت منفي سؤال الجملة هاي هاي الجملة بدي أنقولها هون بس تكون منفية أوكي هل بدي أوضح مرة ثانية أوكي هاي الجملة هاي الجملة affirmative مثبتة نفس هاي الجملة بدي أحطها هون بس بصيغة النفي negative طيب سهلة يعني يا أستاذ ولا صعبة سهلة كثير وراح تشوفه قداش سهلة عشان أنفي عشان أنفي في الإنجليزي بس بضيف not تعرف ولا بضيف not بعد أي كلمة بحطها بعد بس بصير is not أو بعد are are not بعد was was not بعد do do not وإلى آخر هي بعد فعل مساعد أنا هون في عندي there are عشان تصير منفي رح تصير there aren't are not والباقي زي ما هو يعني عشان أختصر عليكم أهون عليكم الأمور إن شاء الله رح نكتب الآن الجواب كالتالي وشوفوا كيف الأمور سهلة there are not منين بتجيب أنت يا أستاذ نفسها هاي اللي جنبها بنقولها أنا there are شو بحطنا عليها الآن not صارنا في وبعدها بكمل are not وكمل هون many وبكمل باقي الجملة إذن باختصار شديد يلي عملته أنا إني حطيت هون not حطيتها هون أوكي not حطيته هون بعد are أوكي مثل ما أنتم شايفين حطيتها بعد are والجملة زي ما هي ما في أي تغيير إذن يا أستاذ هاي أتوقع واحد منكم رح يقول خلاص يا أستاذ أنا هاي بقدر أحلها لحالي كيف رح يحلها لحالي is إيش رح يحط بعديها not بس هيك خلينا حلها إحنا مع بعض هون شو يجب أكتب هون بالله نقلوني كأنكم بالحصة وبدأ أكتب على اللوح نقلوني شو أكتب رح أكتب he هو is not وبعدين أكمل visiting Petra صح ولا سهلا ممكن واحد يسأل طب يا أستاذ بصير أحكي isn't هيك بحكي له صحيح ممتاز بالعكس هيك أحسن بس الأولى كمان طريقة الأولى صحيحة فبالتالي isn't هي نفسها is not بس isn't هي اختصار إلى is not كلاهما صحيح إذن شو اللي عملنا هون يا أستاذ ممكن نذكرنا على السريع اللي عملنا أنه أنا بعد is شو حطيت بعد is هنا أنا وضعت not بس هيك صارت من في طيب نيجي لهون I don't like I don't like هاي من في شو بدي أرجحها مثبتة لأن العمود الأول مثبت شو أعمل يا أستاذ بسيطة كثير بسيطة كثير شايفين هاي don't خاصة بحذفها صارت مثبتة صارت مثبتة بكل بساطة وسهولة فأنا باجي لهون هيك نقلوني شو لازم أكتب أنا I don't بتروح شو بيضل I like أنا أحب playing يعني لعب لعب ماذا football football أنا أحب لعب كرة القدم جبنا don't صارت مثبتة I don't like football أنا لا أحب كرة القدم I like أنا أحب كرة القدم بسيطة كثير طيب الآن هنا عشان أخايف أنه بعض يخربط فنضطر أني أكمل هنا many important 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 ماذا sites near this town طيب ماشي الحال إحنا هسا هيك الحمد لله عمود المثبت محلول كله عمود negative المنفي كله محلول كله answered answered يعني محلول شو ظل عندي interrogative السؤال كيف أريد أعمل سؤال بدي أعمل سؤال نعم أو لا طيب يا أستاذ يعني كيف أعمل سؤال نعم أو لا شوفوا انتبهوا كثير عشان تعرفوا الآن إنهم أمور إن شاء الله بسيطة كثير في العربي عشان أعمل سؤال نعم أو لا بحكي هل طيب يا أستاذ انت فهمنا شو يعني سؤال نعم أو لا قبل ما تحكينا كيف أعمله سؤال نعم أو لا هو السؤال اللي جوابه نعم أو لا يعني لو حكيت لكم هل اليوم الجمعة ممكن تحكوا نعم أو لا فيه جواب غير هيك جوابين احتملين نعم أو لا ما في احتمل ثالث لو حقيت مثلا هل الجو بارد ممكن تحكوا نعم وممكن تحكوا لا تمام؟ فهذه الأسئلة يسمها نعم أو لا بالعربي عشان أحكيها أقول هل هل بالإنجليزي شو لازم أحكي؟ لازم أحكي هل بالإنجليزي مش كلمة وحدة، فعل مساعد أي فعل مساعد بيجب أول السؤال بالإنجليزي يكون معناته هل إذا إز لأنها إز فعل مساعدة إذا إز إجت في أول السؤال شو بقول معناها؟ هل وآر إذا إجت أول السؤال شو بقول معناها؟ بقول معناها هل ودو بأول السؤال شو معناها؟ هل دز في أول السؤال دز في أول السؤال معناها هل دد كمان دد في أول السؤال معناها هل وهاذ وهاذ وهات هاي اسمها أفعال مساعدة في أول السؤال كلها معناتها هل طيب يعني يا أستاذ هاي معقدة لا سهل كثير شوفوا كيف الأمور ما أبسطها بدي أعمل هون أنا سؤال نعم أو لا بدي فعل مساعد شوفوا الجملة الأصلية الفعل المساعد فيها إز صح؟ خلص الإز بنقوله من هون بحطه قبل هي بخليه أول كلمة صار سؤال صار معناتها هل أصل هون شوفوا كيف المثلانه بالمثال يتضح المقال شوفوا الجملة أصلها هي إز الجملة اللي هون عندي هي إز شمعت هي إز؟ هو صح ولا؟ أنا شو رح أعمل إز هي بحط الإز قبل هي صارت هل هو لأنه إز في أول سؤال شو بقول معناها؟ هل فإز هي هل هو بنكمل زي الباقي الجملة مثل ما هو بكمل باقي الجملة مثل ما هو وهي عنامة استفهام لاحظتوا إن هالأمور سهل ولا سهل كثير شو بساوي؟ الفعل المساعد برميه لأول السؤال برميه بأول كلمة صار معناته هل صارت سؤال هل هو يزور البترة؟ البترة سهل كثير نيجي لهون وهي هسا بدي انتباه زايد شوي الآن هون بدي أساوي سؤال شو مفروض نجيب؟ الفعل المساعد الفعل المساعد هون طلوا هون والله يؤسل ما في فعل مساعد هاي الجملة ما فيها فعل مساعد بالفعل ما فيها فعل مساعد حيرتنا الآن شو نعمل يؤسل بحكيكم الجملة هاي I went انتو تعارفين شمعت went؟ went يعني ذهب أنا ذهبتو ماضي ماضي لو أسألكوا سؤال إيش الفعل المساعد للماضي did الفعل المساعد للماضي في الجملة الفعلية هي did فبحط هون did أول كلمة باختصار هيك لو كان مضارع بنحط do أو does فباجأنا هون وبضع إيش did وهي did إيش مانات did يا أستاذ؟ ماناتها هل 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 أنا بكمل هل أنا I وحسب القاعدة أخذنا إحنا قبل الحصة الماضية أو قبل حستين الماضي البسيط كيف أعمل سؤال فقلنا لازم الفعل يكون مجرد فwent ذهب أريد أن أرجحها لأصلها يذهب اللي هي go ليش يا أستاذ ونت صارت go لأنه في السؤال في السؤال الفعل الرئيسي نستخدمه بأصله هيك الماضي البسيط نستخدمه base verb فعل مجرد إيش يعني فعل مجرد أصل الفعل ونت هي عبارة عن تصريف ثاني ذهب المضارع تباحها go يذهب فبضعها هي صار عندي هل أنا ذهبت لأنها دد بالدل على الماضي دد بالتدل على الماضي ما في داعي أستخدم هون كمال فعل ماضي did I go وبكمل swimming okay last weekend okay هيك إحنا هذا التمرين بنكون إيش مالنا بنكون خلصنا وبنروح للتمرين الرابعة إذن هذا التمرين الحمد لله خلصنا تمام إذا في لسه في عندك سؤال لا تنسوا تسألوني في التعليقات ونروح الآن بس بعد ما ننظف الشاشر نذهب للتمرين التالي قبل ما أن نبدأ في التمرين التالي في قناة هي لقناة أجيال هاي قناة تربوية كارتون ترفيهية مفيدة جدا إلك إن شاء الله راح كمان تجدوا الرابط تباحها أسفل الفيديو لما تكونوا زحقانين ياريت أنكم تشتركوا في قناة أجيال لما الواحد يكون ملان يفوت على قناة أجيال يتفرج على فيلم كارتون مسلي ونفس الوقت تربوي مفيد بإذن الله نأتي إلى فور ماذا عن فور with the affirmative negative or interrogative form of there is الآن affirmative قبل ما أخذناها مثبت negative منفي interrogative سؤال بدنا نساوي إما مثبت وإما منفي وإما سؤال باستخدام there is أو there are هل تتذكروا شمعات there is أو there are there is أو there are معتها هناك أو يوجد هناك ويوجد لما نقول there isn't لا يوجد there aren't لا يوجد is there هل يوجد are there هل يوجد لأنه are و is في أول السؤال معتها هل أخذناها قبل شوي طيب نيجي لهن الجملة الأولى الجملة الأولى طواني أوكي الجملة الأولى هنا في عندي فراغ بعدين any chocolate on the cake هل تتذكروا بالسابع أنه أنا باستخدمها في الجمل المنفية أو السؤال فقط ومستحيل أني أستخدمها في الجمل المثبتة هيني بذكركم أنا لا تستخدم في الجمل المثبتة كمان مرة أنا اللي معناتها أي أو أي لا تستخدم لا تستخدم في المثبت تستخدم في المنفي أو السؤال إذا مش عارفين هاي أو ناسين هاي القاعدة اكتبها في الدفتر أني تستخدم فقط في الجمل المنفية وفي الأسئلة طيب هل هذه القاعدة مهمة يسأل جدا مهمة الآن هون في عندي السؤال الأولى هل هو سؤال عفوا الجملة الأولى هل هي سؤال أم جملة عادية لما نطلع على آخر بلاقي نقطة مستحيل تكون سؤال لو سؤال في عندي علامة استفهام صح إذن هذا ليس سؤال إذن هو إما يكون مثبت وإما منفي مستحيل سؤال يظل عندي جملة مثبتة عادية أو منفية طيب الآن تتذكروا أني هل ممكن نستخدم أني في الجملة المثبتة قلتلك لا مستحيل إذن شو ظل عندي هاي جملة منفية جملة إيش منفية جملة منفية شو يعني يا أستاذ يعني لازم أحكي إما أحكي there isn't أو there aren't هاي جملة منفية واحدة منهم isn't أو aren't أوكي طيب يا أستاذ اتفقنا أنه يا أما بحكي isn't أو aren't بس أياها منهم أستخدم بنطل على هون عندي chocolate إحنا نحكي عن الشوكولت شو مع الشوكولت الشوكولت ما فرد ولا جمع مفرد الشوكولت مفرد هو اسم غير معدود عشان هيك بنعامله زي المفرد فبالتالي لأنه مفرد رح أستخدم is ولأنها من فيه رح أحكي isn't إليه نفسها is not لو حكيته is not كمان صحيح فصار في عندي there isn't شو صار عندي there isn't any chocolate on the cake واضح أمور إن شاء الله تكون واضحة إذا مش واضح كثير انتبهوا على المثال الثاني المثال أو الجملة الثانية ماذا تقول فراغ anagrammer mistakes in his essay سؤال ولا مش سؤال 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 خلاص إذن بدي أستخدم إما is there أو are there ليش يا أستاذ بما أنه سؤال بدي أبدأ بis أو are عشان تكون معناها هل عشان أحكي هل بدي أبدأ بis أو are فرح أحكي is there أو are there أيها باستخدم بطلع بحكي عن أنا mistakes ما معنى mistakes أخطاء جمع ولا مفرد جمع أكيد يا أستاذ هاي الأس mistakes أخطاء هل أستخدم is ولا are باستخدم are فبحكي إيش are there شو معت are there هل هناك ممكن واحد يحكي يا أستاذ ليش ما حكينا there are إذا حكينا there are هاي جملة عادية هاي بتكون جملة عادية أنا بدي سؤال عشان أحكي سؤال بقدم الأر بتصير are there are في أول السؤال بيكون معناتها هل أوكي ممكن واحد يسأل مرة ثانية أستاذ ليش إحنا قررنا نعمل هذا السؤال لأنه هون عندي عالمة استفهام لازم تكون سؤال إجباري طيب نأتي إلى three طلعوا هون في عندي نقطة full stop إذن هاي إيش إما positive affirmative مثبت أو negative من في مستحيل تكون سؤال مثبت أو من في طيب هل في عندي أنا لا والله ما في عندي أنا إذن رح أستخدم مثبت الأني قلنا مثبت عفوا الأني بستخدمها في النفي وفي السؤال ما في سؤال بظل عندي إما مثبت وإما من في في أنا ما في أنا بتسقط المنفي بظل عندي جملة مثبتة في عندي milk ما معنى ملك حليب bread خبز cheese جبن عدة أشياء جمع ولا مفرد أكيد جمع فعشان هيك رح أحكي there is ولا there are إيش رأيكم أكيد there are إذن عشان نحل هذا النوع من التمرين أول شيء بتطلع هل هذا نقطة آخرية أو أعلم تستفهم عشان أعرف سؤال أو جملة عادية إذا جملة عادية ممكن نكون مثبتة أو منفية إذا في أني منفي ما في أني مثبت نأتي إلى for شوفي عندي هون سؤال بين هايها شايفين علامة الاستفهام إذن هذا سؤال السؤال لازم أحكي هل هناك عشان أحكي هل هناك كيف أحكي هل هناك من إنجليزي is there أو are there إيش منهم رح أستخدم يا أستاذ شوفي عندي هون honey ما معنى honey عسل مفرد بعامل مفرد لأنه غير معدود ما بقدر أقول عسل عسلين ثلاث عسلات غير معدود بعامل مفرد فعشان هيك باستخدم ال is فبقول is there is there والجملة الأخيرة الجملة الأخيرة رح نأخذها الآن إن شاء الله أوكي وبذكركم بعد الفيديو انزلوا فيه روابط مهمة تحت الفيديو بحكيني any mountains where I live سؤال ولا جملة في عندي نقطة إذن هاي يا إما مثبت يا إما من في إما مثبت وإما من في موجود أني مستحيل تكون مثبتة بيظل عندي من في لأنها الأنف المن في والسؤال فبالتالي من في كيف أعمل من في كيف أحكي لا يوجد من في يعني لا يوجد بحكي there isn't أو there aren't أي منهم بستخدم يا أستاذ طلوا هون في عندي mountains يعني جبال آخرها s جمع mountains فبستخدم ال are فبحكي ليس هناك there aren't ليس هناك ليس هناك there aren't any mountains ليس هناك أي جبال حيث أعيش سيد رادي سعيد يحييكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة لا تنسوا الروابط أسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته